ده بقولي لي لحد ما نشوف بقى اي فعلا محتاجة دعم نفسي ولا ده اللي اختم بي معاك انه نعم نعم تعمل لها ايه يعني هي مطلوب منها دعم لها انا شايفة انه بس حلال وفي القانون ممكن توديك انا بيس الدعم ما اقولك هو اسكلا الرأي ده يعتبر جدا وعجميل ومطمئن بس انا شايفة ان الام ذات نفسها محتاجة دعم نفسي لان عندها خوف كتير عندها خوف كتير طبعا مع زورة مع دار فيقول حاجة بس لازم دخل بالها ان الخوف اللي هي في ده هينعكس على بنتها يعني انتي بتدور لها على الامان المادي لا الاهم بالنسبة لي بتدور لها على الامان النفسي انها تبدأ تقدر توقف على رجلها بنسبة ما تقدر ان هي تستوعب الحالة اللي هي فيها لو لا قدر الله يا ربيها توقف عمرها طبعا لو ان هي بقت لوحدها لازم نقطة دي ركزي على الدعم النفسي الدعم المادي القانون قالك تمام الدين قالك تمام لا هنا بقى انا بقول لك ممكن تبعد عنها كل شوية كده عشان تسيبها تعتمد عنها لا هي تقوى هي الام ذات نفسها تقلل خوفها اريد متوكلك على الله انتي في النهاية ربنا اداك هدية الهدية دي انتي قدرت بها تكمل المشوار فيعني اداك يهبى اخذي بالك ان انتي دلوقتي انا ببساطة انه فلعا بيدخلوا الجنة طبعا لكن بنوعد نقول الكلام ده نصبر به نفسنا ونصبر به لحوالينا بس سبحانك يا رب واعتقد انها احسنت رعايتها ان هنا الواسطة في الاخر ده بتدور على مصلحتها لو لا قدر الله هي توفها الله فانتي هنا يا ام استمتاع بوقتك معيها الحبة اللي ربنا طول في عمرك اديها امان طمأنة و اديها كمان انها تقدر توصل تقدر تعتمل عن نفسها تفهم ان في يوم من الايام انا فيه الشخص ده ممكن يفقد وانتي كمان يا ست صفية محتاجة دعم نفسي عشان تقللي الخوف اللي انتي مشي معاك 23 سنة اشتركوا في القناة